اشتركوا في القناة 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 بهذا الحساب ابل يعني مثلا عندك تيك توك عندك تطبيق ويجو اللي هو تبع السفريات عندك هذا التطبيق اللي احنا في بداية الفيديو سجلنا في حساب عندك ايضا تطبيقات الادو بفتوشوب لو ظهر لك تطبيق بهذا الشكل هذا التطبيق بيكون محذوف عندك على الايفون بمجرد ترجع تحمله مرة ثانية بتظهر ايقونة او ممكن يكون محمل عندك على جهاز اخر يستخدم نفس حساب الابل اي دي ولكن على نفس هذا الجهاز ما هو موجود التطبيق وايضا بمجرد تحميلك له هيرجع ايقونة سليمة طيب ايش فائدة ان احنا ندخل هنا فائدتها انك تقدر بكل سهولة تدخل على نفس التطبيق وتشوف ايش ايش اعطاه يعني هنا مثلا الابل اعطت للموقع او التطبيق هذا اللي انا سجلت فيه في بداية الفيديو اعطته هذا الايميل هذا هو ايميلي في داخل التطبيق طبعا انا ما بحس فيه ولا بشوفه انا بسجل دخول بحساب ابل ايدي يعني اللي هو بالفيس ايدي ببصمة الوجه عادي جدا وابل هي بترسل هذا الايميل للتطبيق وبيتم تسجيل الدخول ايميلي مخفي تماما طيب لو انا حابب اوقف هذا التسجيل باضغط على ايقاف استخدام ابل ايدي بكده اكون لغاية تسجيلي في التطبيق او الموقع هذه كانت معلومة بسيطة وميزة جميلة جدا في الاسطار 13 حبيت اني استعرضها معاكم يعطيكم الف عافلة تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة ورابط الصفحة اللي تكلمت عنها بتلاقوها بصندوق الوصف اسفل الفيديو لمزيد من المعلومات نشوفكم على خير في فيديوهات قادمة وفي امان الله